نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على إشهادة المؤسسات الدولية بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وأبرز تقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أثار الأزمة وعلى رأسها تقديم حزم تمولية لتخفيفها من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات وتطرق تقرير إلى تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصرية لا تزال إيجابية رغم تداعية الأزمة ترجمة نانسي قنقر